أستاذ قمري أهلا وسهلا فيك معنا بفوشي وبالإمارات كلها نورتوا ما شاء الله عليكم وألف مبروك على الفيلم الله يبارك فيك الله يخليك أهلا وسهلا أستاذ مصطفى كون أنه قد تعمل فيلم ابتداد لجزء أول قبل 18 سنة حقق نجاحك كتير كبير ما كانش عندك تخوف أن ممكن ما تصلوش نفس المستوى المطلوب من النجاح بصي طبعا هو أكيد الموضوع يخوف وأكيد الموضوع جريء يعني بعد 18 سنة نفكر فكرة أكيد بقى كده الفكرة دي مش مسبوقة ففي جزء تاني مهم إنها فكرة يونيك فكرة ما تعملتش قبل كده وممكن يبقى فيه فضول عند الناس عايزين يعرفوا إيه اللي حصل فدي كان مدخلنا للفكرة كان الشاعر كان محمد جمعة كان قال لي ما تعمل جزء تاني وإحنا عاديين كده بنعمل أغاني قلت له ده الكلام ده من أربع سنين قلت له والله يا محمد يعني فكرة ماشي قال لي اسمع كلمة قلت له والله يعني فكرة يعني مش عارف قال لي اسمع كلمة بس كلم السنرس دلوقتي صدقني كلمها وبتاع فكرة حلوة وبتاع فكلمتها السيد زينة بعزيز وقعدنا شوية كنا متعشة مع بعض بعدها أنا وهي قلت له ما تيجي نجرب وبتاع الفكرة قلت له إن شاء الله مش عارف إيه بعد أسبوع كلمتني قلت لي بتا كنت بتكلم جد ولا كان عشان القعدة قلت له إيه قلت له لو بتكلم جد أنا عندي فكرة قلت له بس إيه بقى نبدأ من هنا قعدنا بقى تخالي أربع سنين فاتوا قبل الفيلم المشروع كان بدء من أربع سنين عبل ما قامل الورق بقى والفكرة والموضوع وعبل ما جبنا بقى الكاست كله والناس وبتاع مشروع مشروع كبير ومشروع مهم ومشروع حيعيش بصي نجوم كل دول هيبقوا نجوم يعني أنا اخترت النجوم دول يعني عندك تايام عامل شغل على فكرة لوحده بعيد عني ما كسر الدنيا أصلا يعني بسهو كان مهم أنا حتى يعني ما كنتش عارف حيقبل ولا لأ أنا كلمته قلت له أنت إيه رأيك تعمل معايا قال لي أنت بتسألني قلت له ما أنت قلت لي كل حاجة قال لي ده بالذات ما تسألنيش أنا موجود وطبعا كل بطلات الفيلم كانوا الأول حاطين في بالهم من المشروع ده هيتعمل لو مش هيتعمل بيفكروا معقولة لغاية ما التريتمينت طلع وخلاص بدأنا وبوش راجبة الإنتاج ومضيت بس بقى في فيلم كان في بعض الشخصيات غير موجودة حاليا في الجزء الثاني كيف تم معالجة هذا الموضوع دراميا؟ لا هو مش بنعمل نفس الفكرة أو نفس العائلة في حياة بتحصل في ناس بتطلق في ناس بتموت في ناس بتسافر في حاجات كتير حياة كاملة بعد 18 سنة 18 سنة دي بيحصل فيها أحداث كتير جدا جدا وده اللي فاتنا في الفيلم أن أنت تقدري تغيري أحداث الفيلم زي ما أنت عايزة والقصة كلها قايمة على أن الرجل الأرمل ده اللي هو كريم عايش مع بنته والولاد دول عايزين يتجوزوا بنته والولاد دول طلعوا أولاد أصحابه اللي هم أصحابه لقوا مدخل أن هم يقربوا من كريم تاني فالفكرة براقة وحلوة وبصراحة أنا بالنسبة لي سعيد أن الفكرة دي اتعملت لأنها أنا بتهيأ لي كان أستاذ علي إدريس كان بيقول فيه فيلم اتعامل جزء تاني منه بعد 14 سنة فيلم واحد مش فاكر كنقل إيه بس ده الفيلم الوحيد اللي اتعامل في الوقت علينا فيه بعد 18 سنة بالنسبة لأتيام كيف كنت اتعامل معه في كواليس الفيلم هل كنت أحيانا بتشد عليه في الأداء والمشاهد؟ لا لا خالص أنا في مخرج للعمل هو المخرج هو رب العمل هو أنا أنا وتيام لما شاهد بتجمعنا بنقعد بس نقعد في الكارفان شوية نشوف ممكن نعمل فيها ايه ممكن نتحرك ازاي ممكن نقول لبعض ايه ممكن نبص لبعض ازاي ممكن نقول كلمة مختلفة هنا ايه فبنجيب بعد كده الأستاذ علي ونستأذنه نقوله ايه رأيك نعمل كده او كده وبنعمل آآ يعني قبل المشهد على طول بروفا على الشكل اللي عايزين نعمله وبنطلع حاجات لطيفة اللي انت عارفة فيه كاميا بيني وبين تايام بقى أنا أبو يعني فأنا عارف هو عي ده حك فين وأنا عارف انا ممكن ادحك فين فبنرمي البعض ازاي كل واحد فينا بيسموها يفرش القفة يعني للتاني فلا أنا كنت سعيد جدا وبعدين تايام قال لي جملة حلوة قال لي فأول يوم تصوير في أول مشهد قال لي انت عارف آآ أحلى حاجة يعني ان انا لأول مرة معاك في بطولة فيلم وبنقف قدام بعض في مشهد ده عامل لي حالة نفسية آآ لا بالعكس عامل لي حالة نفسية في السماء قال لي ان حالتي نفسية في السماء ومش بالعكس فكرتك هتقول لي انا خاف قال لي لأ ان حالتي نفسية في السماء ومبسوط جدا جدا وحس ان انا مرتاح في اللوكيشن ده وأحلى لوكيشن دخلته في حياتي ممكن تشوفوا فتى شاشة الاول في المستقبل او من دلوقتي بصراحة بنت بتجري ورا ما شاء الله يعني بحسوا شوية ناحية بقى كريمة عبدالعزيز احمد عزي انا شوية حاسوا كده حاسوا كده حاسوا كده في بعض الجماهير قالوا انه غياب ياسمين عبدالعزيز بمشكل خسارة في الفيلم سرائيك والكلام لا مين اللي قال كده؟ تعليقات صراحة ونا عم بحضر لا 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 خالص يعني لا لا ما فيش دور اصلا لجيجي يعني جيجي برد كريم ملهاش دور لانها ماتت فهوه هو ارمل كان ممكن لو كنا من الاول احنا عايزين نعمل ده كنا رتبنا ده انما الاول احنا بنطرح فكرة الفيلم على كل الناس الموجودة اللي عايز يشتغل بيبقى اهلا وسهلا اللي مش عايز بنحترم رأيه جدا جدا بيبقى عنده فكره هو هو يعني في دماءه عايز يعمل حاجة تانية عايز يعمل عادي زي ريهام عبدالغفور جات ضيفة في اخر الفيلم يعني انا يعني بشكرها جدا انها يعني انها جاد كملت البوكيل وارد الجميل ده وهو فيلمها اصلا هي دورها رئيسي يعني الناس كلها فتكرت كل حاجة اول ما شافتها فتكرت دورها كله اللي في الفيلم الاولاني اه انما لا ما فيش اي حاجة خالصه بالعكس انا يعني ياسمين صديقه واخته وفنانة جميلة وعادي ممكن لقينا في عمل تاني بالشرط ده حابين نعرف تقييم مصطفى امر لفيلم اولاد حريم كريم هل حقق النجاح زي الجزء الاول او اكتر احنا دلوقتي بنتكلم بعد ثلاثة اسابيع من الفيلم لغاية دلوقتي هو يعتبر محقق اكتر وحيعدي ان شاء الله لان احنا دلوقتي بنتكلم كمان على دبي ولسه فيه السعودية ويعني وانا سمع الارقام حلوة جدا برضي في السعودية فهو ان شاء الله يحقق وهو قريدي خلاص هو دلوقتي يبان ان هو من الردود افعال الناس ومن الجو ان هو عالي عن حريم كريم لأ انا عايز اقولك انا لما كنت بتفرج على حريم كريم كنت شايفه طول الوقت جديد لما عملت اولاد حريم كريم وتفرجت على حريم كريم حسيت انه خلاص ده بقى جزء اولاني ده خلاص بقيت عايز اشوف جزءين واربعات يعني مش هستكفي بان انا اشوف حريم كريم لازم اشوف اولاد حريم كريم في احتمال انه يكون فيه كمان جزء ثالث والله ابن فكر في احفاد حريم كريم